هو عبارة عن شريط موجود في جزء سفلي من البرنامج تحت على الشمال موجود اسفل البروبرتز بالت او البروجيكت براوزر وهو عبارة عن شريط البرنامج بتفاعل معك من خلاله عن طريق انه بيظهر لك مجموعة من الرسائل او النصايح عن كلفية استخدام الاداء اللي انت شغال عليها مسلا او اي معلومات عن عنصر انا بقف عليه بالماوس دلوقتي لاحز ان انا بحرك الموس على اكتر من عنصر فيه الرسمة وبالتالي بيتغير المحتوى بتاعه. طبعا لما وقف على اي عنصر فيه بيظهر لك في وكمان بيظهر لك او نوع العنصر اللي انا استخدمته تحديدا وكمان بتظهر لك التول تيب اللي هي موجودة دي وبتختفي وبتفضل بيانات موجودة. طيب عندي حاجة تانية ممكن ان انا استخدمها وهي ان انا لما اجي ارسم اداء او استخدم اي اداء. هنروح على قائمة في بانل واستخدم اداة البيم. هتلاحظ ان الوضع في ومجرد ما اروح على وضغط او هيقول لي مسلا اللي هو حدد نقطة نهاية اللي هو بيحدد لك الخطوات اللي انت المفروض تعملها بعد كده في استخدام الادوات مسلا. في الجزء السفلي من البرنامج في المنتصف عندي حاجة اسمها او ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو خاص بيها. على اليمين في حاجة اسمها اللي هي او اللي هي الزرار اللي ظهر قدامنا ده. في مجموعة تانية من الازرار اربعة كمان بس طبعا مش هزهره في دقة الشاشة اللي هي الف اربعة وعشرين في سبعمائة تمانية وستين. الزرائر دي نسخة تبقى الاصلة منها هي الموجودة في قائمة اللي هي سبتة تحت اه اختيار مجرد ما تضغط على السهم ده هيزهر لك قائمة فيها الاختيارات اللي هي برضو متاحة تحت على اليمين. بس بتزهر لما يبقى دقة الشاشة اكبر من كده. وتديك فرصة ان يزهر لك كل الادوات اللي فيها. هي بتبقى كالتالي. او سليكت او سليكت او سليكت او دي برضو هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو خاص لها عن اسس الاختيار ومعايير وكيفية اختيار العناصر في المشروع. اشتركوا في القناة